انفجرت عدة مستودعات للذخيرة مساء امس السبت داخل معامل الدفاع الواقع قرب مدينة سفيرة جنوبية حلب ما ادى لوقوع خسائر في صفوف قوات النظام بالعدة والعتاد وافاد ناشطون بان الانفجارات العنفة حصلت في مستودعات الذخيرة والصواريخ وبمعمل القذائف الواقعين في القسم الغربي من معامل الدفاع في حين لم يعرف بعد السبب الذي ادى الى حدوث تلك الانفجارات واضف ناشطون بان الانفجارات تسببت بدمار طائرتين مروحيتين على الاقل ومقتل واصابة العشرات من عناصر النظام في حين لا يزال العديد منهم في صفوف المفقودين ولمزيد من التفاصيل ينضم الينا المحلل العسكري العقيد عبدالستار عساف مرحبا بك سيادة العقيد بداية كيف من الممكن بهذه البساطة ان تحدث انفجارات بهذا الحجم داخل اهم معامل ومستودعات الذخيرة في الشمال السوري السلام عليكم لكم والسادة ومشاهدين قناتكم الكريمة سيدي الكريم معامل الدفاع التي حصل فيها هذه الانفجارات معروف مكان وتقع جنوب شرق مدينة حلب وهي تعتبر من اكبر مستودعات الذخيرة للنظام السوري نعم وايضا بالفترة الاخيرة كان يستخدمها قاعدة جوية طبعا للحوامات فقط او للمروحيات كما يسمونها وهي مصنع رئيسي واشتهرة في البراميل المتفجرة التي تلقى يوميا على الاف السوريين في المناطق المخررة وعلى مقاتلية السورة السورية ولذلك وايضا بالاضافة لذلك تصنيع القزائف الدبابات وقزائف الهاوي التي ايضا يطلقها النظام على الاحياء المخررة في مختلف المناطق أما في حلاء وتستخدم أيضا في اللازقية وفي حماء وفي كثير من المناطق السائرة الانفجار الذي حصل هناك له عدة احتمالات وعدة توقعات طبعا هو يسكر أنه مستودعات زخيرة للعلم أن مستودعات الزخيرة في معامل الدفاع موجودة بمنطقة شبه جبلية وأيضا محصنة بشكل تحصين قوي يعني أولا احتمال استهدافة من قبل السوار احتمال بعيد لصواريخ الرجراد أو غيره لتحصينها ضد مثل هذه القزائف أو الصواريخ الاحتمال الثاني وهو احتمال انفجار أو خطأ شخصي يعني في إعداد بعض الزخيرة أو البراميل المتفجرة وهذا أيضا مستبعد لأن دلائل انفجار عسكريا لانفجارات لها دلائل تدل على نوعها وحجمها ومصدرها إذا كان حطنا الاحتمال البشري لماذا نستبعده لأنه هنا حصل انفجارين ضخمين وفي منطقتين منفصلتين أولا ووجود سحابتين بعيدتين عن بعضهما ثانيا يعني هذا الاحتمال خطأ البشري يكون غير وارد الاحتمال الأرجح وهو الأقوى وذكروا عدة مصادر أن هناك استهداف بالطائرات وهذا المرجح لكن الطائرات هناك قول أنها تركية وقول أنها طائرات للتحالف وقول أنها طائرات للنظام بالخطأ استهدفت مكان معين هذا المكان على الأغلب ومرجح عسكريا بتفسيرنا العسكري هو أن يكون استهداف ضرب هدف محدد وهو بطارية للدفاع الجوي موجودة قرب أسفيرة في تلك المنطقة في قرب معامل الدفاع للعلم موجود بطارية الدفاع الجوي في حلب قرب مطار النيرب ومطار كويرس العسكري وأيضا حماية معامل الدفاع الكتيبة الموجودة قرب معامل الدفاع هي كتيبة سليمان موجودة في تلك المنطقة وهذا المرجح أن تم استهدافها بصاروخين والصاروخين يكفي لأعطاب هذه البطارية وإخراجها عن العمل يكفي استهداف رادار الاستطلاع لهذه الكتيبة ورادار توجيه الصواريخ يعني استخدام صاروخين فقط وهذا ما يرجح لوجود انفجارين ليسا بالعنيفين استهدفتها بالأغلب هذه البطارية الدفاع الجوي لإخراجها عن العمل وهذا برأيي شخصيا يعني طيب برأيك ما مدى تأثير ما حصل في المعامل على استخدام النظام لها طبعا المعامل ضخمة وكبيرة وكما ذكرت استخدم استخدام أو تصنيع مختلف الأسلحة وخاصة البراميل المتفجرة وكما ذكرت أيضا هناك انطلاق للحوامات التي تزخر أو تحمل بالبراميل المتفجرة وكما سمعنا أنه تم إصابة بعض الحوامات حوامية أو إثنتين على المرجح نتيجة هذه الانفجارات نعلم أن الطائرات البسيطة تعطبها أو تخرجها عن العمل هذا بالإضافة لأنه أثر معنويا على عناصر النظام الموجودة في تلك المنطقة وفي معامل الدفاع وتم هروب معظمهم بشكل عشوائي وبشكل همجي إلى مناطق الاحتكاك والتماس مع السوار وهذا شكل سيد سمين للسوار في تلك المنطقة باستهدافهم بقتلهم أو بأثر عدد منهم نعم المحلل العسكري العقيد عبدالسطرع السهف شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة